السلام عليكم معكم دكتور حمزة حفظة إدريسي شيرير جيان دونتيست مدينة شفاس كلية الشرف نجي نشارك في هذا المعارض الدولي في بلد ليلة كركوس النسخة دياله السابعة هنا تعرفت على العديد من الفنانة لديهم كل فنان والنوع الخاص دياله ديال الفن بيانسور هذا الشيء يزيدني باقاج في المخيهي ديالي الفنية كما نصرت الطابلو ديالي اللي كان عبارة على غيزيومي ديال بزاف ديالي طابلو ديالي درتهم حاولت نديرهم في طابلو واحد اللي هو كان النوع دياله لابستخي ما في بزاف ديال المعصاج و بزاف ديال الأفكار هذا تاني معارض ديالي كان المعارض الدول كان الني تحتوى في مراكش و كان الموضوع دياله نبقي تعاقل هو السحراء المغربية كانوا جوا بزاف ديال الفنانة عالميين من داخل المغرب و خارج أرض المغرب و كان ذيك شيء كان زوين و شاركس بديطابلو ديالي اللي كانوا عجبوه فنانة عالميين و كانوا قالوا لي بينار عندك واحد ستيل خاص ندرسها جديدة سبوغصاب بغيت نزيد نميها و نزيد النقاد يشوفوا هد اللي طابلو ديالي و هم حسنوا ما يعطوني الرأي ديالهم كيفاش بديط المسيرة الفنية ديالي انا كنت اه انا كنت اه واحد المدة من حياتي مع الشاش في المغرب عشش على بره و فاش دخل الديفينيتي من المغرب كان اه اه جاني شوية البلاصة مختلفة و بحالي كنت بدي بوصولي اه الوليدة ديالي اه و كنت ديك لو قيسة انا كنفكر كيفاش المقادل عيادة ديالي اه فاش دك الساعات كنت عندي شوية المويول الفني يعني باغي ندير اوما واحد طابلو طابلو واحد اللي يكون في الكابينة اللي يجي الناس يعجبهم دك الساعات انا كنت داكر مع الوليدة ديالي قلت لارا هاشنو باغي ندير شو طابلو ديال السنان و هذي نحطه في العيادة قلت لي انا رأي كان قلت لها قلت لها قلت لها المسائل ديال الرسم قلت لها قلت لها رسمات بغي ما حط طابلو الاكسترا وردينة مازال دابا حطوا انفاس معي في البيرو ديالي قلت لها و هي قلت لها قلت لها ملاحظة قلت لها هنا ممكن تزيدي هذي قلت لي قلت لها رسم من هنا قلت لها قلت لها رسم قلت لها رسم و من هاد المعين بارزع ما كان نصح الناس اللي اللي عندهم صواد دراري صغار يوججوهم الفن الفن يا اما رسم رسم موسيقى غيطار تشعر ببعه كما انفاس لنا ببعه الرسم و نحن نحن نتقل للغاق ونحن نتقل للغاق للغاق لغاق 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 شكرا